نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقف الحكومة عن سداد فواتر الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصليين بسدادها ترشيدا لنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة وشدد المركز على تحمل وزارة الأوقاف سداد كافة فواتر الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصليين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيا كان استخدامها فطورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد وأشار المركز إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصليين بالمساجد